المتتبع لغزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميع غزواته منذ أن بدأت في العام الثاني للهجرة غزوة بدر إلى آخر غزوة وهي غزوة تبوك في العام الثامن للهجرة كل هذه الغزوات خلال ثمان سنوات المتتبع لها يجد أنها بأكملها غزوات دفاعية قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدافع عن نفسه وعن المسلمين ولم تكن غزوات هجومية انتقامية بهدف سفك الدماء وأدل دليل على ذلك بالإضافة إلى ما يروي التاريخ أنه في عصر الجاهلية كانت قبيلة إذا غزت قبيلة أخرى أو كان بينهما ثأر خلال أشهر هذه القبائل الحروب بينها تحصد آلاف الأرواح أو إذا حدثت حرب قامت حرب بين بلاد فارس وبلاد الروم هذه الحرب تقضي على نصف البشرية في ذلك اليوم من زين؟ هذه كلها أشهر الحروب تستمر ولكن غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استمرت ثمان سنوات كم عدد قتل المسلمين والمشركين خلال هالثمان سنوات في غزوات رسول الله إذا تحصيهم لا يزيدون عن أربعمائة قتيل ثمان سنوات أربعمائة قتيل فقط بينما في الجاهلية مجرد أشهر حروب بين القبائل يذهب حصادها آلاف الأرواح فقط أربعمائة قتيل من المسلمين ومن المشركين هذا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن له هدف سفك الدماء ولا الانتقام إنما كل غزواته كانت دفاعية وليست هجومية توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصارت الخلافة بعد رسول الله مدتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى خلافة أمير المؤمنين خمسة وعشرين سنة الصحابة خلال هالخمسة وعشرين سنة استمروا بما يسمى بالفتوحات الأسلامية يعني فتحت خلال هالخمسة وعشرين سنة بشكل تدريجي بلاد مصر وبلاد الشام والعراق وبلاد فارس هذه خلال خمسة وعشرين سنة فتحت هذه البلدان طيب السؤال اللي أريد أطرحها هذه الليلة ونعنون المحاضرة بهذا السؤال علي بن أبي طالب خمسة وعشرين سنة عاصر هذه الفتوحات ما هو رأي علي بن أبي طالب عليه السلام تجاه هذه الفتوحات هل كان مؤيداً لها أم معارضاً لها يعني إلى اليوم هناك من يفتخر بهذه الفتوحات وهناك من المستشرقين من يعيب المسلمين على هذه الفتوحات اللي همنا رأي علي بن أبي طالب ما يهمنا رأي فلان أو فلان لأن علي بن أبي طالب رأيه رأي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وافق علي يعني الإسلام موافق وإذا أبى علي بن أبي طالب يعني الإسلام رافض يعني الله رافض فما هو موقف علي بن أبي طالب عليه السلام من هذه الفتوحات الإسلامية التي جرت خلال خمسة وعشرين سنة راح أجاوب على هذا السؤال من خلال ثلاث نقاط عفوا خلال ثلاث نقاط مختصرة التفتوا لي جيدا صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد النقطة الأولى وهذه مقدمة مهمة جدا التفتوا لها النقطة الأولى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أسس قاعدة إذا فهمنا هذه القاعدة وبعدين اتأملنا في كل سلوكيات علي بن أبي طالب مع الصحابة نجد أنه ينطلق من هذه القاعدة نجده تارة يقدم وتارة يحجم تارة يعطي وتارة يمسك تارة يقبل ودارة يدبر ليش على أي أساس؟ على أساس هذه القاعدة كل سلوكيات علي بن أبي طالب بعد وفاة رسول الله منطلق من هذه القاعدة شنه هي هذه القاعدة؟ أعلنها صلى سلام الله عليه قال والله لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة تدري شنه يعني؟ يعني خاطب الصحابة يقولهم أنا انظلمت أنا أخذ حقي مسلوب حقي لكن تصرفاتي والسلوكياتي معكم لن تنطلق من الأنا لن تنطلق من مصلحة الشخصية إنما إلي أخلي ببالي وهدفي هو مصلحة الإسلام والمسلمين فإذا كان ما تريدون مني فيه صلاح المسلمين أنا أجيبكم وما تريدون مني فيه عدم صلاح المسلمين أو فيه تخريب لمصلحة المسلمين فأنا لا أجيبكم هذا منطلق علي بن أبي طالب عليه السلام في التعامل مع الآخرين وهذا الشوف واضح جدا في حياته خلال هالخمسة وعشرين سنة يعني الليلة موضوعنا كله خلال هالخمسة وعشرين سنة شوف واضح جدا كم من مرة لجأ الصحابة إلى علي بن أبي طالب لتوضيح مسألة شرعية فلم يمتنع عن توضيحها أو تستعصي عليهم مسألة قضائية فلا يجدون جوابا لها أمير المؤمنين يسعفهم مباشرة كان بإمكانه يقولهم هذا أصلا مكاني هذه الكرسي اللي قاعدين عليه كرسية هذا وأنا أولى بكم منه ما أجاوبكم لا أمير المؤمنين يقول ما أشتغل وما أتعامل مع الآخرين من منطلق مصلحة الشخصية وإنما من منطلق مصلحة وصالح المسلمين لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين وهذه الأمور عامة أمور اجتماعية أمور اقتصادية أمور سياسية أمور إلى آخره أمور دينية عقائدية وكلنا نسمع ونحفظ كلمة الثاني في علي بن أبي طالب التي قالها خلال خلافته لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن ليش؟ يقول أمير المؤمنين يجاوب يقول فلما قام القائم بعد صاحبه يعني الثاني بعد الأول كان يشاورني في موارد الأمور ومصادرها فيصدر عن أمري أنا أقول له وفعل هكذا فيصدر عن أمري وكان يسألني في غوامض الأمور فيمضيها عني ولا يعلم بذلك أحد ولا يعلم أصحابي هاي تبين يعني القصص اللي جابها التاريخ عن استشارة فلان لعلي بن أبي طالب هاي قليلة أمير المؤمن يقول كل صغيرة وكبيرة كان يستشيرني بيها ويتستر حفظاً لكرامته أمام الصحابة ما يجي قلهم أنا استشارت علي بن أبي طالب أمير المؤمن يقول موارد الأمور ومصادرها الصغيرة والكبيرة يجي يسألني بيها وأنا أجاوبه فكانوا يسألون علي بن أبي طالب ويستشيرون علي بن أبي طالب فلا يمتنع ليش انطلاقاً من هذه القاعدة لطيف يوم من الأيام استعصت على الثاني مسألة قد ما حاول يجد لها جواب ما وجد سأل الأصحاب يوم يومين ثلاثة كل من يسأل هذو الأصحاب رسول الله ويمشون إياه المفروض فقهاء عالمين ما حد قدر يجاوب قلهم ليس لها إلا أبا الحسن راح الأمير المؤمنين سلام الله عليه وكان يحرث في أرضه قال له أبو الحسن شوي أترك هذه الزراعة عندي مسألة عويصة صار لنا كم يوم ما لقينا جواب لها الإمام التفت له قال له ما عندك يا أبا حفص فعرض عليه مسألته بمجرد أن انتهى الثاني من سؤاله علي بن أبي طالب مباشرة أعطاه الجواب جاهز كأنه محضرة سلام الله عليه هذا اتعجب قال له لقد عجلت يا أبا الحسن شوي شوي لا تستعجل فكر بالموضوع صار لنا كم يوم نفكر به السؤال الإمام سلام الله عليه قال له يا أبا حفص مد يدك فمد يده قال له كم إصبعا في يدك قال خمسة قال لقد عجلت يا أبا حفص قال له هذا بعد سؤال مريد لتفكير قال لم يخفى عليه ما يحتاج أفكر كم أصبع بإيدي الإمام سلام الله عليه قال وَأَنَا أَسْرَعُ لِمَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِ سلام الله عليه ولا أحد يتجرى يقول هذا الكلام شوني يعني يقل أسئلتكم العويصة المعضلة اللي يضلون عليها أيام ما تجدون جواب لها أجيب عليها بسهولة كسهولة جوابكم على سؤال كم أصبع بيدك شكت سهل هذا الجواب أسئلتكم الصعبة عندي سهلة مثل هذا السؤال إذن خلاصة النقطة الأولى أن علي بن أبي طالب عليه السلام انطلق من هذه القاعدة ما دام مشاركت وإقدام فيه مصلحة الإسلام والمسلمين فإنه يشارك وهذه النقطة مهمة كتمهيد للنقطة الثانية طيب تعالوا النقطة الثانية السؤال أعيد طرحة مرة أخرى ما هو رأي علي بن أبي طالب تجاه هذه الفتوحات الإسلامية التي جرت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقد بعد هذه المقدمة النقطة الأولى هذه الفرشة هذه القاعدة التي ذكرتها لك الآن بإمكانك أن تتنبأ بسلوك علي بن أبي طالب عليه السلام اتجاه هذه الفتوحات إذا كانت مشاركته فيها مصلحة للمسلمين يشارك بهذه الفتوحات وإذا كانت مشاركته أو كان امتناعه فيه مصلحة المسلمين فإنه يمتناع لذلك نشوف كل الحروب التي قامت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين كان يوازن بينها مرة شوفه يقدم ومرة يحجم مرة يشارك مرة ما يشارك أضرب لكم شواهد من التاريخ واحد تعرفون قصة حروب الردة اللي صارت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير من المسلمين لما جاء جاءهم وكيل الخليفة جاء بالزكاة قالهم ادفعوا الزكاة قال لولا لمن قال لفلان قال لولا عمي احنا عرفنا الخليفة بعد رسول الله علي بن أبي طالب عليه السلام حضرنا غديركم وسمعنا بأذننا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصب علي خليفة من ادفع الزكاة إلا لعلي بن أبي طالب عليه السلام فوصموا بأنهم مانعي الزكاة ومرتدين وصارت الحلوب والحروب والقتال هنا علي بن أبي طالب امتنع تماما على المشاركة في هذه الحروب يقول لي أكو نص تاريخي يقول أن علي لم يشارك ما عدنا نص تاريخ يقول علي ما شارك لكن عدم وجود ذكر لعلي بن أبي طالب في هذه الحروب يؤكد عدب مشاركته ولو كان لبان يعني شخصية مثل علي بن أبي طالب ضخمة في الإسلام لو يشارك بحرب وحدة لابد أن تذكر في التاريخ هذه الحادثة أن علي شارك ما عدنا تاريخ يقول علي شارك سلام الله عليه في حروب الردة تنبأ طليحة ادعى النبوة الخليفة الأول سأل عمر بن العاص قال له أنت ذو رأيا في قريش ما رأيك في علي بن أبي طالب أريد أأمر الجيش حتى يروح يقاتل طليحة قال إنه لا يطيعك لا تحاول إياه رافض شارك بتاتم الخليفة الثاني رأى يفتح بلاد فارس فاقترح أن يأمر علي بن أبي طالب عليه السلام على الجيش حتى هو يروح يفتح يروح إلى القادسية فسأل علي بن أبي طالب امتنع قل لما أشارك راح الثاني سأل عثمان قل له من الشوفة أفضل الناس قال لن تجد أفضل من علي بن أبي طالب في هذه الحرب بطل حرب صاحب خبرة وتجربة فقال إني سألته فأبى فجعل عثمان واسط بينه وبين علي فمضى إليه الرواية تقول فأبى علي بن أبي طالب وكره ذلك شوف هنا هذه كلها مواقف قاعدة يسردها إليك امتنع تماماً عن المشاركة لكن أكو موقف آخر سأروي لك هذه القصة يذكرها ابن أعثم في فتح بلاد فارس صارت واقعة هناك يسمونها واقعة الجسر كسر فيها جيش المسلمين ووصل الخبر إلى المدينة فصعد الثاني على المنبر ونادى أصحاب بالمسلمين قال إنه يوم هم وغم فقد كسر جيش المسلمين أشيروا علي شنسوي هذا الثاني يسأل الأصحاب فقام طلحة قال اركب نركب وادعنا نجب قال لا أريد غير هذا الرأي قام الزبير قال رأيك أفضل رأي انت قولوا إحنا وراك قال أريد رأياً غير هذا الرأي فقام عبد الرحمن بن عوف قال أنت قل ونحن نتبعك قال لا أريد هذا الرأي أريد غيره قام عثمان بن عفان قال للثاني قال أنا أرى أنك تمضي بنفسك إلى بلاد فارس وتقاتلهم حتى تكسر شوكتهم وتشتث جرثومتهم سكت الثاني أعرض بوجهه قال ما عجبني هذا الرأي منه قاعد بالمجلس في المسجد علي بن أبي طالب سلام الله عليه فالتفت إليه ابن أعثم يقول فالتفت إليه الثاني قال يا أبا حسن يا أبا الحسن لما لا تشير علينا كما أشار غيرك من الأصحاب شوف هنا يدخل أمير المؤمنين وجد أن المصلحة جيش المسلمين منكسر هنا يدخل ما يمتنع في المواقف السابقة وغيرها امتنع أمير المؤمنين ذكر القاعدة اللي وضعها علي بن أبي طالب في النقطة الأولى قال لما لا تشير علينا كما أشار غيرك من الأصحاب التفت لأمير المؤمنين سلام الله عليه قال أقم في المدينة ولا تبرحها شون عثمان يقول لك روح بنفسك ما عنده تفكير سياسي ما عنده تفكير استراتيجي عسكري قال أقم في المدينة ولا تبرحها فإنه أهيب لك في عدوك وأرعب لقلوبهم فإن مضيت إليهم بنفسك لقالوا إن ملك العرب قد جاءنا لقلة ناصريه وأتباعه فيكون أشد لكلبهم عليك وعلى المسلمين أقم في المدينة وابعث غيرك من يكفيك أمرهم تعجب ثاني صار يلتفت يقول ابن أعثم فالتفت إلى الأصحاب قال ويحكم أليس فيكم عن آخركم رجل يشير علي كما أشار أبو الحسن ليش تخلوني أضطر وروح أسأل الإمام عليه سلام الله عليه ما بكم أحد شاور ويعطيني مشورة مثل هذه المشورة ثم التفت إلى الإمام سلام الله عليه قال ومن ترتضيه أبعثه أنت اختار الإمام قال النعمان بن مقرن المزني أحد أصحاب الإمام عليه قال هذا ابعث يكفيك أمرهم ويكفيك ما أونتهم فبعث النعمان بن مقرن المزني لماذا شارك أمير المؤمنين في هذا الموقف لأنه وجد أن مصلحة الإسلام والمسلمين تقتضي ذلك خلاصة النقطة الثانية أنه إذا قرأنا تاريخ 25 سنة لعلي بن أبي طالب فيما يتعلق بالفتوحات والحروب نجده تارة يقدم وتارة يحجم ليش من النقطة الأولى وضع قاعدة انطلق منها أمير المؤمنين لا أسالم إنما سلمت أمور المسلمين نجي للنقطة الثالثة والأخيرة وأختم بيها طيب هذه المشاركات المحدودة جدا لعلي بن أبي طالب هل تعني موافقته على هذه الفتوحات الإسلامية هل كان مؤيد وداعم لها في الحقيقة اختلف العلماء ولكن الرأي الغالب أنه غير موافق وغير مؤيد لها أذكر لكم ثلاثة أسباب باختصار أولا هذه الفتوحات الإسلامية لا تنسجم مع منهج القرآن ومنهج آل البيت عليهم السلام منهج القرآن ادعو إلى سبيل ربك بالسيف وبالفتح الإسلامي لا لا بالحكمة والموعظة الحسنة منهج القرآن لا إكراها في الدين شنو يعني ناس عايشين بأمان الله سإذا كانوا معادين ويتربصون بالإسلام نعم ولكن في الوضع الطبيعي بأمان الله ادعوهم بالتي هي أحسن تدخل عليهم وتقطر رجالهم وتسب نساهم وتأخذ أطفالهم وتأخذ غنائمهم بحجة فتح إسلامي هذا مو منهج الإسلام أبدا هاي واحد اثنين احنا عدنا في مذهب آل البيت في فقه آل البيت كل قتال لا يكون بإذن وإشراف الإمام المعصوم فهو غير مشروع القتال لا بد أن يكون بإشراف الإمام سلام الله عليه لذلك خلال هالسنوات الدولة العباسية الدولة الأموية قد صارت فتوحات إسلامية قد صارت كثيرة ما عدنا ولا إمام أمضى لهذه الفتوحات أو أيد هذه الفتوحات أو شجع لها أبدا ما أيده ليش لأنها لم تخضع لإشراف المعصوم فلم يوافع مو شرعية أساسا ما اكتسبت الشرعية خليفة عباسي خليفة أمو يريد يفتح بلاد أخرى ويهجم على بلاد أخرى مدام ما عند تصريح وتوكيل ورخصة من الإمام المعصوم فكل حروبه غير شرعية كل حروبه غير شرعية أي اثنين ثلاثة لذلك كان بعض أصحاب أئمة الإمام الباقري والصادق يصير بعض الفتوحات والحروب يجعون السئلون الأئمة عدة روايات ما يسعى الوقت لذكرها يسئلون الإمام يقولوا لهذه الغنائم نطلع خمسها ونجيبها إليك نحن شاركنا بهذه الحروب نطلع خمسها ونجيبها يقولهم الإمام هاي الغنائم كلها ملكي أساسا أنا الإمام المعصوم هذه الأملاك كلها لي ولا يقصد لي لي يعني يمتلكها الإمام يصرفها على روحه لي يعني أنا أعرف كيف أصرفها أنا أنفقها على المسلمين أنا أوزعها بين المسلمين أعلم من غيري في طريقتي صرفها وأحق من غيري بهذه الأموال إجاء له واحد قال لي إجاء للإمام الباقر عليه السلام قال لي يا ابن رسول الله إني وليته على البحرين حسا هي هذه البحرين أو ولاية من ولايات المنطقة البحرين الشرق الخليج وإني أصبت مالا كثيرا وهذا خمس المال جبت لك أموال الخمس تسمى الإمام سلام الله عليه قال المال كله لنا المال كله لنا جايب للخمس شنو أنتم مبكيكم تروحون وتهجمون على دور ثانية أو تفتحون أو صروالي أو كذا بدون رخصة من عندنا وبدون إذننا لأن هذه أموال المسلمين مو كل من يصرف بها اللي يصرف بها الإمام المعصوم إمام الشرع إذن خلاصة الموضوع خلال هذه النقاط الثلاثة أولا ألخص لك الموضوع أمير المؤمنين وضع قاعدة ينطلق من هذه القاعدة في تعامله مع المسلمين وهي لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين واحد اثنين فيما يتعلق بالغزوات والحروب نجده يقبل مرة أخرى ويحجم مرة أخرى انطلاقا من تلك القاعدة ويبدأ أن تعاونه فيه مصلحة للمسلمين يتعاون النقطة الثالثة حتى تعاون علي بن أبي طالب وإعطائه المشورة للآخرين لا يعني أنه موافق لهذه الفتوحات ومؤيد وداعم لهذه الفتوحات إنما شاركهم من باب مصلحة المسلمين ليش؟ للأسباب الثلاثة التي ذكرتها سلام الله عليك يا أبا الحسن وما أروعك يا أبا الحسن خمسة وعشرين سنة وهذه حياتة كلها أتحدى كتحدى أي إنسان قل له جيب لموقف أمير المؤمنين فعل فعل لمصلحته الشخصية أو لنفسه حياة مو لنفسه حياة للإسلام من أول يوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع سادة قريش في حديث الدار وأخبرهم بأنه نبي الله ورسول الله من يؤيدني من يؤمن بي قام علي بن أبي طالب وهو حديث السن قل له أنا يا رسول الله من أول يوم يا رسول الله لا يهمني نفسي ولا روحي ولا مصلحتي المصلحة الكبرى عندي هي الإسلام ثم تصير الفتوحات بعفوان تصير غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما من غزوة إلا وعلي بطل هذه الغزوة في المقدمة بينما كان غير علي يختبئ أو يكون في الصفوف الأخيرة أو يأتي إذا بردت الحرب ووضعت أوزارها سلام الله عليه قام الإسلام على كتف أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا بشنو يجازونه هذا أعرف الناس بالإسلام وأخبر الناس وأعلم الناس وأقضى الناس وأفهم الناس بماذا يجازه يجازه أن يدخل داره سلام الله عليه يدخل داره وتضرب زوجته ثم يربط بالحبال ويقاد من داره إلى المسجد عجيب هكذا يجازه علي بن أبي طالب سوت الدنيا بأمير المؤمنين سلام الله عليه ويجرون للمسجد ليش ما هو الذنب الذي أذنبه أمير المؤمنين ذنبه أن طلق الدنيا ترجمة نانسي قنقر